بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين الإصحاح العاشر بعد ما شفنا هارون بيقدم عن نفسه وعن أولاده زبايح ومحرقات وبعد كده التفت وقدم عن الشعب كمان زبايح ومحرقات شفنا نار خرجت من خيمة الاجتماع من عند ربنا وهي اللي أشعلت زبيحة المحرقة والشح ومن هنا ورايح النار دي ما اتطفتش أبدا لا نهار ولا ليل لأنها خرجة من عند ربنا يرمز للروح القدس اللي بيعمل في الكنيسة ولم ينقطع وأن الروح القدس بيعمل في الأسرار وبيشترك مع الأب الكاهن في التقوص وفي مباركة الأسرار جيه بقى دور الكهنة أولاد هارون علشان يعملوا دورهم اللي ربنا قال لهم عليه عن طريق موسى فتعالوا نشوف في الإصحاح ده هيعملوا إيه كان هارون عنده أربع أولاد اللي هم الأربعة الكهنة اتنين منهم كل واحد رحوا ياخد مجمرة في إيه والمجمرة يعني الشورية والمفروض اللي يمسك الشورية ويبخر بيها هو هارون فقط رئيس الكهنة إلا أن نداب وأبيه أولاد هارون طمعوا في كده وأخدوا هم المجمرة في إيديهم ومش بس كده خدوا نار هم اللي ولعوها لنفسهم وولعوا بيها البخور اللي في الشورية نار غريبة مش من النار اللي موجود على مسبح المحركة كده أفسدوا الرمز الأساسي أن لازم ربنا يشترك في العمل في كل عمل الكهنة بيعملوه لأن ربنا بيعمل في الأسرار ما ينفعش هم اللي يولعوا النار وهم اللي يجيبوا البخور ولا كمان هم يمسكوا المجمرة أصلا لأنها مش وظفتهم ولا عملهم ساعتها خرجت نار من عند ربنا برضو من خيمة الاجتماع لكن للأسف حرقتهم هم فماتوا قدام ربنا وفي التقليد اليهودي يقال أن هم كانوا في حالة سكر يعني كمان استهانوا بوصية ربنا وبنقوتهم وعشان كده عملوا أفعال غريبة أنهم مسكوا المجمرة بنفسهم وأشعلوا هم نار غريبة من عندهم فقال موسى الهارون ده اللي تكلم بيه ربنا لما قال لي أنا لازم أقدس وأحترم من أقرب الناس لي علشان الشعب كله يمجدني إزاي أولادك اللي هم دلوقتي أقرب الناس لربنا يستهتروا بوصيته أمال بقية الشعب هيعمل إيه؟ فصمت هارون فنادى موسى ميشائيل وألصفان أولاد عزئيل اللي هو عم هارون وقال لهم تعالوا ارفعوا جسس ناداب وأبيه من قدام القدس وودوهم خارج المحل علشان يدفنوا وهنا مكتوب إخواتكم بالرغم أن هم مش إخواتهم بالجسد لكن يعتبروا في مقام أولاد العم لكن كانت العادة أن أولاد العم بيطلق عليهم إخوات طبعا ما نداش إخوات ناداب وأبيه نفسهم على طول عشان يشيلوا جسس إخواتهم أولا علشان مش هيحتملوا لأنهم أكيد هيحزنوا عليهم ثانيا لأنهم كهنة ما ينفعش يلمسوا أجساد ميتة لألا يتنجسوا وفعلا اتقدموا ورفعوا الجسس وحطوها في الأمصان بتاعتهم وودوها خارج المحلة زي ما قال موسى وقال موسى لهارون وولاده الاتنين اللي لسه عايشين العزار وإصمار بلاش تقلدوا الناس في البكاء والعويل على حد ميت لازم تكونوا أنتوا مختلفين وحتى الحزن يكون في وقار ما تكشفوش رؤوسكم وما تشقوش سيابكم يحسن تموتوا أنتوا كمان ويسخط على كل جماعة بني إسرائيل لأن مش هيبقى كده عندهم كهنة أما إخواتكم كل بيت إسرائيل فيبكوا هم على الحريق الأحراق ربنا لأنهم لسه شعب وبيتعلم منكم أنتوا كهنة فما تخرجوش من باب خيمة الاجتماع لألا تموتوا ده دهن مسحة ربنا لسه عليكم يعني أنتوا كهنة وبالتالي ما ينفعش تلمسوا أجساد ميتة ولا تسيبوا الخدمة وتروحوا تدفنوا أموات فعملوا حسب كلام موسى وكلم ربنا هارون وقال له بص يا هارون أولادك شربوا خمرة وسكروا وعلشان كده استهانوا باللي أنا قلته لك علشان كده يا هارون خمرا ومسكرا لا تشرب أنت ولا بنوك معاك لأن انتوا بتدخلوا عندي في خيمة الاجتماع عشان ما تموتوش دي فريضة ظهرية في أجيالكم لأنكم لازم تكونوا في حالة يقزة عشان تميزوا للناس ما بين المقدس والمحلل وما بين النجس والطاهر وعشان تقدروا تعلموا بني إسرائيل كل الفرائد اللي كلمها ربنا بأدين موسى وقال هلكم انتوا اللي مسؤولين تشرحوها وتحفظوا عليها وتوصلوها للناس وقال موسى لهارون وقال عزار وإسامار ولاده اللي فضلين دلوقتي بقى خدوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها اللي هم الفطير اللي موجود على مائدة خبز الوجوه لأن دي قدس أقدس ليكم كلوها زي ما ربنا أمرنا كلوها في مكان مقدس لأنها فريضتك وفريضت بنيك من وقائد ربنا لأن ربنا أمرني بكده وده علشان موسى كان عايز يوصل لهم إن ربنا مازال قابلهم وما يحزنوش حزن رديد ويروحوا يكلوا من خبز الوجوه كأنهم بيتناولوا بالضبط في العهد الجديد يعني ربنا راضي عنهم هما هما ما غلطوش والزبيحة التانية اللي بترمز برده للإفخارستي أو التناول اللي هي زبيحة السلامة الصدر والصاق الرفيعة اللي بترددوها قدام ربنا تكلوها في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معاك لأن ربنا جعل الفريضة دي فريضة ليك واللولادك تكلو من زبيحة السلامة الصاق المرفوعة والصدر اللي بترددوه أمام الله تيجو بيهم مع وقائد الشح وترددوهم ترديدا قدام ربنا ويكون الصاق والصدر ليك والبنيك معاك فريضة طهرية زي ما ربنا أمر وهنا موسى بيذكر الحاجتين دول بالذات لأنهم رمز للتناول وعايز يفكر هارون وأولاده اللي اتنين اللي بقيين أن ربنا راضي عنهم فهيستمروا في أكل التقدمات والزبايح اللي بترمز للتناول زي زمان بالزبط زي ما ربنا أمرهم فسمع أولاد هارون وهارون لكلام موسى لكن جنف مرة يقدموا تيس في زبيحة الخطية فسابوه يتحرق كله وما أخدوش جزء منه علشان يكلوه فالدايق موسى على العزار وإصمار هم كمان ولاد هارون اللي بقيين وقال أنتو إزاي ما تكلوش من زبيحة الخطية في المكان المقدس مش اتفقنانا دي قدس أقدس وربنا اداكم إياها عشان تحملوا خطية الشعب كله واتقفروا عنها قدام ربنا لازم تاكلوا منها جزء وتحرقوا لربنا جزء هو ده الرمز والمثال اللي لازم تنفزوه لازم انت ككاهن تأكل جزء من الزبيحة عشان تشعر انك مسؤول عن خطية شعبك وبقية الزبيحة تقدمها لربنا علشان يكفر عنكم ويسمحكم وبعد كده كمان تاخدوا جزء من الدم وتدخلوا بيه لغاية القدس جوه إزاي ما عملتوش كده أنا ما شفتكمش بتعملوا كده لازم تاكلوا جزء في القدس وتحطوا الدم جوه وهنا بسرعة هارون تدخل لما لقى موسى غضب لأن ولاده اللي اتنين كمان عملوا تقدمة الزبيحة بتاعة الخطية بشكل غلط فبسرعة اتقدم هارون عشان يعتذر عن اللي عمل ولاده قدام موسى وقدام ربنا وقال لموسى معلش هم النهاردة حزانة أصلهم قدموا زبيحة خطيتهم ومحرقتهم قدام ربنا واخوتهم اللي اتنين ميتين في نفس اليوم فمعلش خلي ربنا يسمحهم لأنهم عملوا كده عن سهو من فرط الحزن اللي هم فيه لكن أبدا لم يقصدوا أنه هم يكسروا وصية ربنا فأكيد ربنا هيعذرهم لكن لو كانوا ضغطوا على نفسهم وأكلوا بالرغم من حزنهم قدام ربنا أظن برضو ربنا ما كانش هيحسن في عينيه لأنهم بيكلوا وهم مكسرين وإنت نفسك يا موسى قلتلنا أن لازم نقدم الزبايح برضى وبشكر وبفرح وده ما كانوش قادرين يعملوا النهاردة من فرط حزنهم فلما سمع موسى كلام هذا الاعتذار وهذه اللياقة والمنطق في التفسير والتبرير إبل الكلام وحسن في عينيه ورفعوا ربنا فإبل ربنا عذرهم واعتبروا توب عما قدموه ولم يؤدب أولاده الاتنين بسم الآب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين شفنا في الإصحاح العاشر نفس النار اللي خرجت من خيمة الاجتماع من عند ربنا علشان توقض زبيحة المحرقة على المسبح النحاسي خرجت نفس النار لكن المرة دي أماتت أولاد هاروني الاتنين بسبب تعديهم على وصية ربنا وده ظل اللي هيحصل في العهد الجديد فروح ربنا الناري موجود في الأسرار وهو اللي بيحولها ويجعلها ذات طبيعة خاصة الروح الناري ده زي ما هو موجود من أجل أنه يجعل هذه الأسرار زي سر الإفخارستية نور لكل إنسان بيتناول منه هو في نفس الوقت نار لكل من يستهين أو يستهتر أو يصر على عدم التوبة ويتقدم إلى هذه الأسرار ومن هنا جت مقولة التناول نور ونار نور للتائب ونار للمستبيح علشان كده أحبائي يصح إن إحنا نستعد لسر التناول الشعب وبالأخص أكتر الإكليروس والكهنة والاستعداد ده يعني بكلمتين أولا التوبة الحقيقية النية الصادقة على تبطيل الخطيئة والابتعاد عنها رقم اتنين الاتضاع والشعور بعدم الاستحقاق في التقرب للتناول دي نعمة من ربنا مهما عملنا لن نستحقها فالتوبة والتواضع يجعل الإنسان مستحق جزئيا أو نسبيا إنه يتقدم للتناول لكن أولاد هارون الاتنين تقدموا بنوع من الكبرياء والعنتارية والاستباحة والخطيئة وتقدموا علشان يعملوا ما لا يليق بتقديم الزبايح علشان كده في العهد الجديد قديس بولس الرسول قال في كرونسس الأول 11 من يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينون لنفسه لذلك يوجد بينكم كثيرين مرضى وكثيرون يرقدون لكن علشان الإنسان ما يخافش خوف غير مقدس ويرتعد وما يتقدمش للتناول قصد ربنا إنه في نفس الإصحاح أولاد هارون الاتنين التنين برضو يغلطوا ويقدموا الزبيحة بطريقة عكس وسيط ربنا لكن ما حصلهمش حاجة ليه؟ لأنهم ما كانوش متعمدين ده وتاني حاجة لأنهم تقدموا ربنا على لسان هارون أبوهم بالتوبة بشكل فيه تواضع قدام ربنا فربنا ما قالش إن الإنسان الخاطي ما يتقدمش لا الإنسان الغير تائب والمصمم على عدم توبته بكبرياء هو اللي ما يتقدمش أما إحنا أحبائي فكلنا خطاء فما فيش إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض لكن الغرض إنه يتقدم بإطلاع وبمشاعر توبة حقيقية داخل القلب فيصير التناول بالنسبة لنا ليس نار زي أولاد هارون الأولانيين المسكورين في أول الإصحاح ولكن نور زي أولاد هارون اللي اتنين التانيين اللي في آخر هذا الإصحاح صحيح اللي اتنين أخطأوا لكن الآخارة هم اللي قدموا توبة وبإطلاع علشان كده بيصرخ أبونا في آخر القدس قبل التناول ويقول لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا أبانا وبعد كده نتقدم للتناول صحيح المتضعون يخلصون والتوبة تجعل من الزناة بتوليين